مرحباً، مرحباً، أخذنا الكيس الأول بما يخص واليوم سنأخذ عن التيربيند فلو، حسنا، مبدأ التيربيند فلو زي ما إحنا بنعرف يعني، أنه التيربيند فلو هو فلو ما بيكون هذا يتيربيند فلو بيكون بالعادة يعني، يعني لم أن الفلو بنقدر نعتبره زي زي إذا أنت بتتذكره يعني زي كما نأخذ بالفلو دانه مثلاً إذا في عندك أنت مثلاً سيجارة، أوكي إذا عندك أنت مثلاً سيجارة، أوكي، بتطلع مثلاً دخان، اللي راح تلاحظه أن الدخان بالبداية راح يكون هيك بعدين راح يبلش هيك، بعدين راح يبلش هيك، أوكي؟ يعني يعمل الدخان، فبالتالي هاي المنطقة هي كانت اسم هلا من الفلو هاي المنطقة الهادية اسمها المنطقة، هاي المنطقة اسمها ترانزيشنال فلو، تمام؟ وهاي المنطقة اسمها شو؟ التيربلنت فلو، فزي ما تشاهد التيربلنت فلو هو فلو ما بيكون هادي، أوكي؟ بس كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه على أساس، على نفس الأساس، بالنسبة للفلوسيتي وبالنسبة للدي اكويلنت بما يخص البايبس، أوكي؟ والقانون تاع الاناواح الطاقة زمال مقدار، بchmalاء القانون تلزيشنال، اللnoxTs while playing field with liminar train لأنه هذا القانون كان كان بتاع، الاناواح الطاقة في داخل رائبس than liminar train وهذا القانون تاع turbulent flow فبالتالي نفس المبدأ في عنا velocity وفي عنا diameter احنا ما بنعرفهم ال diameter وال velocity تعون هذولة الترترس اللي انا اخترعتهم من عندي وكوانت صورة مشابهة لل ideal case سويت انا ideal case للي صار جوه between particles هون مش احنا حكينا انه هاي تخيلناها هاي بعد ان طلعناها هان ال velocity رح تكون هي هي بس ربنا الله انه رح يطلع عندي تاربز جديدة مثلا زي شو زي friction factor مثلا الفريكشن فاكتور اشي جديد نضاف للمعادلة وفي طبعا شغلة ثانية نضافت للمعادلة بس انا بهمني ال friction factor عشان رح نشوف لقدام كيف رح يأثر عن المعادلة وبعد ان في عنا ال velocity وديميتر حكينا انه احنا ما بنعرفهم بس انا رح طلعتهم عن طريقة ذكية انه انا احسب ال velocity بتوين ال velocity تاعت التورف وهو فاضي مقسوم على ال voidage اوكي ودي اكويفلنت طلعناها عن طريق السفريسيتي والديميتر تاع البارتكل اوكي هاي هي ال D-Equivalent وطبعا ال voidage ال voidage على الاشي ال واحد نقص ال voidage اللي هو رح يعطي للمك الاشي اللي معبه يعني مش الاشي الفاضي اوكي ال space occupied by particles فبتالي انه لما اجي اكتب المعادلة واعوذ وإلى آخره رح يظهر عندي انه انا في عندي correction factor لانه انا اخترعت channels واخترعت اماكن بمرق فيها ال flow بهذا الشكل فبتالي اكيد رح يكون فيه correction للصورة البدائية لانه انا بالبداية كان عندي انا هاي الصورة صح له لا كان عندنا هاي الصورة لو انا في عندي particles وفي عندي flow between particles انا كونت هذا ال channel هاذ كونته بهذا الشكل ورح يصير في عندي correction factor طبعا المعلومات بظنى احيد وازيدها عشان ظلها راس خب مخاك طبعا انت عندما تضرب 3 ضرب friction factor ضرب 3 ضرب friction factor ضرب ضرب correction factor رح يطلع عنا شي اسمه 1.75 اوكي فبالتالي المعادلة رح تصير على هذا الشكل اوكي delta P على L بتساوي 1.75 رو في V0 تربيع على وطبعا دير بالك لانه هاي بتتطبق بس لما يكون الرينولد اكبر من 1000 لازم يكون عندك الرينولد اكبر اكبر من 1000 حكينا انه لم ينرفلو بيكون اصغر من واحد الرينولد اوكي بالتربلنت فلو لازم يكون الرينولد اكبر من 1000 هس الحال اللي ما في ما بين يعني هزا انت بتتسألني طبق بلك الرينولد طلع 999 بلك 950 بلك 900 بلك 800 بلك 700 في هاي الحالة انت بتجيب تستخدم اكواجين اكواجين اسمها ايرجون ايرجون اكواجين تحسب من خلالها انت البرشير دروب اوكي في سيركولار بايبس او بشانلز يعني زي ما انت طبعا هذول بالشانلز يعني احنا ساخترعناها هن اوكي بحيف انك انت تضم المينر فلو بلاس تيربلنت فلو اوكي فبتالي اذا كان بالرنج يعني اذا كان اللي ندمر بالرنج ما بين الواحد وما بين الالف انت بتقدر تجيب تستخدم هذا القانون بكل بساطة يعني اوكي فبتالي هذا القانون بضم التو ايكواجين اسمها طبعا هانا ايجي ختب لك كي وان في زيرو زائد كي تو في زيرو تربيع قصده هو انه كل التامز اللي موجودة على الشمال تعتبر معلومة يعني المفروض انها تكون معلومة يعني مثلا زي الفيسكوزيتي زي الفويدج زي الدايميتر زي السفيريسيتي وهي الفويدج كمان مرة في عندك دانسيتي فويدج وهي الاخرية نهاية كلها شغلات انا بقدر ان انا اعرفها بكل بساطة بس هي بتفرج معي انا بالفلوسيتي الفلوسيتي زيرو والفلوسيتي زيرو تربيع هي نفسها يعني بس انه اكس اكس تربيع اوكي فبالتالي عشان اعرف البرشوردروب لازم انا اكون عارف اه هادو يعني في حالة كان في حالة كان بالترانزيشنال فلو كيف انا اتعمل معه طبعا هون بيحكي لك انتاير رينج اوف فلو ريتس يعني قصده الترانزيشنال اه شو اسمه اوكي طبعا هون بيحكي لك انت اذا بدك تستخدم فرميكسشور اف صوليد بارتكل على علميكس liter بالترانزيشن بالترانزيشن فلو بطلع معك مثلا زيرو بوينت اوان باينت اوان وزيرو بوينت اوان والاخرى بأعطيك الفلوسيتي للمسيتي فور سفير يعني اذا طلع معك القطف على دي بي على دي تي زيرو تقريبا يا زيرو بهذا سيكون الفلوسيتي للسفيرس 0.34 وللسيف المسيتي للسفيرس 0.34 فلتقول لك انت فور سفيرس في لديك في المسيتي او مسيتي تحريقًا بدنا ندير بالنا شوي صغيرة وإحنا منحل أسئلة بحيث أنه يكون عندك فكرة وبيحكي لك أنه الرنج تاع الـ الرنج تاع الـ VODGE رح يكون ما بين 0.3 و 0.6 طبعاً هنا في عنا إكزامبلز بس أنا الإكزامبلز بدي أخليهم بفيديو ثاني يعني لحال منفصل وبتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الفكرة بما معناه إنه إيش إحنا بدنا من كل الحكي اللي إحنا حكيناها يعني إنه إيش أنا بدي أحسب بالنهاية إن شاء الله إحنا رح نشوفه فيديو جديد رح أشرح في كل الإكزامبلز وبتمنى أنكم تكونوا فهمتوا لهون ويعطيكم الفافة